موسيقى 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 كذلك من أمام أحمد الدالي ولكن أحمد قطع الكرة اللمسة والتقدم كانت هنا محمد مالطة في منتصف الملعب يحاول التقدم كذلك التمرير لي علي بشماني على الطرف هي الكرة للمالطة خطيرة تشرينية لان مرسل العرضي ومحمد أسعد وإضاعة الهدف الثاني إضاعة الهدف الثاني من محمد أسعد بشكل غريب تمنع الكرة علي زكريا وانا نديم صباغ مرسل الكرة طولية داخل منطقة الجزاء المالطة مرت ولكن لحق بها عبدالهادي قصار جميل الكرة كانت فيها اللقطة لا يزال صيح نعيم يضغط التمرير خاطئة كانت نور الحلبي قطع الكرة يا دعويد على مشارف المنطقة سدد يا دعويد ولكن مرت بجانب مرمى أحمد مدنية وركلة ركنية ممتاز لمحمد مالطة في هذه المباراة هنا قطع الكرة قطع تمرير تسليمان إبراهيم قطرا الكرة التشرينية مواها المالطة داخل منطقة الجزاء والهدف الثاني الهدف الثاني لتشرين علي بشماني علي بشماني يفك النحس إذن هنا في هذه المباراة ويسجل الهدف الثاني لمصلحة فريقه يسجل الهدف الثاني إذن علي بشماني في هذه المباراة لأن نقول المباراة تقريبا انتهت رسميا لمصلحة فريق تشرين بهذا الهدف السيست محمد مالطا وهدف البشماني. يعني اثنين صفر النتيجة. حمد مالطا سجل هدف وصنع هدف في هذه المباراة. التمرير احمد باكير كنان نعمة يخسر الكرة تشرينية لان عمر ريحاوي انطلق سريعا عمر ريحاوي ولكن تضيع الكرة من عمر ريحاوي انطلق سريعا الريحاوي وسدد الكرة ارضية كانت ولكن مرت بجانب مرمى عبدالهادي قصار يضيع الهدف الثالث بالنسبة لفريق تشرين. استعد اياد باسل الكرة طولية داخل المنطقة خطيرة تزديدة ولكن الابعاد من مدافعي فريق تشرين.